لا تقل أين طريقي يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية لا تقل من أين أبدا طاعة الله بدايا لا تقل أين طريقي شرع الله الهدايا لا تقل أين نعيمي جنة الله كفايا جنة الله كفايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا أحبائي مرحبا إخواني في الله وأخواتي مرحبا أيها الآباء والأمهات الفضيات نسير على طريق الجنة على طريق الرحمة والمنة نسير إلى الله في طريق السعادة في طريق الراحة تعالوا بنا جميعا نكمل المسير اليوم في سلسلة جنة الله كفايا عنوان حديثنا ما أطيب ريح الجنة ما أطيب ريح الجنة بحثت أيها الأحبة عن أغلى العطور فوجدت عطرا يتعدى المليون جنيه قلت دا إيه؟ أي عطر هذا؟ الواحد يعني لو وضع هذا العطر ماذا سيفعل في العالم؟ إذا صار في الشارع يصير أهل مصر كلهم خلفي؟ ما هذا الذي يحدث؟ في عطر يتعدى المليون جنيه عطر تاني أقل منه تقريبا بحوالي بحوالي 198 ألف دولار وكان فكة كده بسيطة يعني إيه دا؟ أي عطر هذا؟ يعني لما يجي واحد يقول لي بس حطي لي قطرة دا تتعدل 200 ألف دا حاجة يعني تخلي الواحد يوحد الله ويصلى على رسول الله محمد إحنا بقى النهاردة هنتكلم عن ريح الجنة عن الجمال اللي هيقبلك وانت دخل الجنة يا غالي الجمال اللي هيقبلك يا أختي وانت دخل الجنة أياتها الأخت الطيبة والأم الغالية وإحنا رايحين على الجنة كده وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها تجد رائحة الجنة الجميلة والنسمة الحلوة لدخلها لك الله 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 ريح يوجد من مسيرة أربعين عام ريح الجنة يوجد من مسيرة أربعين عام تشم الريح الطيب رائحة الجنة العالية الغالية إيه رأيكم نجهز نفسنا لهذا الأمر نحن نتمنى في الدنيا أن نحن نمشي وراء الصالحين لطيب رائحتهم وجمال ثوبهم وحسن بهائهم حين يسجدون بين يدي خالقهم ومولاهم لأنهم دائما يطيبون صدورهم بذكر الله فترى كأنك تشم رائحة المسك بل كأنك ترى العطر أصلاً مش تشمه كأنك ترى إذا رأيت واحداً ممن يوحدون الله لأن التوحيد فيه الجمال فيه البركة فيه ما فيه من النعيم بلال بن رباح كان من أطيب الناس طيباً ورائحة سيدنا الحبيب النبي بقى قبل ما نقول أي حد وبعد ما نقول أي حد لازم نرجع للمنبع الجميل سيدنا رسول الله اللي كان العرق بتاع وهو في الدنيا عرقه أطيب من رائحة المسك أطيب من رائحة المسك لما نام في مكان يعني كان معد له إذا خرج من الحر وغيرها كان يروح يريح كذا في غرفة كانت مفتوحة إلى الخارج بمفردها في بيت أم سليم كانت تأتي بالقارورة وتأخذ مكان عرق الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتطيب به عطرها ومسكها الله 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 ريح الجنة يا عباد الله زي ما قلت لك وانت ماشي كذا على بعد أربعين عام ماشي تشم رائحة الجنة تصور يا غالي إن فيه ناس هتتحرم من ريحة الجنة ده مين دول أقول لك عليهم اسمع حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله في حديث البخاري في حديث البخاري من قتل معاهدا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة إيه ده إيه ده إيه ده إيه الحق والعدل ده إيه الجمال اللي عند النبي محمد يريت العالم كله يسمع اللهم صلي على رسول الله طالما افتكرنا النبي ده احنا لازم نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم لا وكلنا يحب رسول الله اللهم صلي على رسول الله أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء أنا أحبك يا محمد يا سراجا من ضياء أنا أحبك يا محمد حب فكر وقتناع أنا أحبك يا محمد ليس عن إرس السماع في المآذن في الصلاة ذكره زال الشفاء شاهد أن محمد نور مصباح الحياة فعليك الله صلى والملائكة الكرام فسلام واحترام لك يا خير الأنام ما تصلي؟ اللهم صلى على رسول الله بفخر بالنبي يا أخي لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري هذا صحيح من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما يعني إنها يقتل واحد من أهل الزمن من النصارى طالما الرجل لم يدخل في حرب وطالما الرجل لا يؤذيك لم يتعد على عرضك ولا دينك ولا أي شيء من هذه الأشياء من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عام يا أخوانا لازم نركز في كلام النبي محمد ريحة الجنة حلوة ده ريحة اللي دا أنت بتروح على البحر في اسكندرية ولا في شرم الشيخ ولا في العاجمي ولا في الأنفوشي ولا المهمة بتروح على أي بحر بتقول الله ريحة البحر هلا بتروح تتنفس كده وتتعمق في تنفس عشان صدرك كده ينتشي الشاهد أيها الأحبة من قتل معاهدا لم يرح أنا عارف أنت بتقول لي بس عشان ما تروحش منك النعمة دي اوعى تخالف الحبيب النبي أيضا أيها الأحبة أخبر النبي عن من لا يشمون رائحة الجنة قال رسول الله صنفان من أهل النار لم أراهما قوم معهم سياط كأذناب البقر قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس طيب هؤلاء الأصناف صنفان من أهل النار لم أراهما ده الحبيب النبي اللي بتصلي عليه اللهم صلي على رسول الله قال عنهما صنف يحمل أو أراه قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس سبحان الله أخف من الكهرباء أخف من الأشياء التي كان يراها من يعذبون الناس للأسف الشديد فنقول حسبونا الله هم من أهل النار كما قال الحبيب النبي محمد إن لم يتوبوا إلى الله العزيز الغفار ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة حبيب النبي قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا أي مسيرة أربعين عام يعني نساء كاسيات عاريات الواحدة لبسة ومش لبسة يعني لبسة ضيق أو لبسة ولكن شفاف أو يعني سبحان الله دي يدبقى النبي محمد قال من أهل النار نساء كاسيات عاريات ده مش كده بس ده لن يشموا رائحة الجن إلا إذا تبنى إلى الله إلا إذا تبنى إلى الله وأيضا من ضمن الناس اللي أخبر عنهم من نبي أن هم مش يشموا ريحة الجنة من تعلم العلم للدنيا في صحيح الجامع رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم عن الحبيب النبي محمد من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة اللي هي رائحة الجنة يعني ريحها إيه رأيك بقى لا تعال بقى نجهز نفسنا للجنة الجميلة العالية الغالية ولله يضر من قال يا سلعة الرحمن لستي رفيصة فيا اللي بتعذب الناس بلاش تعذب الناس يا سلعة الرحمن لستي رفيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف واحد لاثنان يا سلعة الرحمن سوكك كاسد فلقد عرطي بأيسر الأثنان يا سلعة الرحمن يا سلعة الرحمن يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف واحد لاثنان خود تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء يا محنة الحسناء بالعميان فالمرأة التي تكشف شيئا من جسدها تسطر عشان تشم ريحة الجنة يا عم كده يعني على فكرة ده بعض علماءنا قالوا إن الجنة دي يا حبيبي ده ابن القيم قال إن ريحة الجنة نوعان رائحة ممكن الواحد يشمها في الدنيا بالروح بالروح يحسوا إن شم ريحة الجنة بس في وقت بقى إيه إن التجلي زي ما بيقوله بس مش التجلي حي حي لا التجلي الصلاة الحقيقية الطمأنينة قيام الليل ممكن هو بيسجد وبيبكي دموعه قبل ما تنزل على المصلى بتاعه يحسوا إن شم ريحة الجنة دي لحظات بتحسوا راحة الإنسان جسد الإنسان كله بيشفى من المرض بتنزل عليه الرحمات مش بقول لك خليك مع الله تكسب يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية لا تكل من أين أبدا طاعة الله بدايا لا تكل أين نعيمي جنة الله كفايا جنة الله كفايا وإلى لقاء آخر إن شاء الله بحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جنة الله